عزلة لبنان تزداد أكثر فأكثر على توازن من أزمته السياسية التي تعتبر ميليشيا حزب الله ومن خلفه إيران إحدى أهم أسبابها حقيقة تؤكدها سفينة الأقود التي تشق طريقها من إيران إلى لبنان وكأنها طوق النجاة للحزب في ظل الأمواج العالية التي يبدو أنها تفوق قدرته على السباحة عكس التيار والذي لطالما فضله لصالح طهران السفينة الآتية من إيران والتي ستبحر بعد ساعات أقول للأمريكيين وللإسرائيليين هي أرض لبنانية هذه التهديدات تكشف حجم المشكلة التي أمر بها حزب الله الذي يحاول لملمة حالة التململ التي باتت تظهر بين مؤيديه ومناهضيه على حد سواء الناقمين من جراء وصول الأوضاع في لبنان إلى هذه المنحنيات الخطيرة في ظل الاتهامات للحزب بتهريب الوقود إلى سوريا وهو ما سرع بوصول لبنان لهذه الأزمة في بلاد لم تشهد ما تمر به حاليا حتى أثناء حربها الأهلية لتلاقي ذات مصير المعسكر الذي دعمته إيران في العراق وسوريا واليمن لبنانيا علق رئيس الحكومة الأسباق سعد الحرير متسائلا ما إذا كانت السفينة الإيرانية تمثل بالفعل بشرا سارة للبنانيين أم هي إعلان خطير بزج لبنان فيما وصفها بوحول صراعات داخلية وخارجية؟ ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية فضلا عن أن اعتبار السفينة الإيرانية أراضي لبنانية وفقا لحسن نصر الله يشكل قمة التفريط بسيادة لبنان الوطنية دوليا تأتي اتهامات مساعد وزير الخارجية السابق ديفيد شيكنر لحزب الله بالمسؤولية عن أزمة الوقود في لبنان بسبب تهريبه إلى سوريا كتأكيد على محاولات الحزب لتجميل صورته والاستعراض على حساب مصالح لبنان هذا الذي يجر بشكل أو بآخر لمواجهة حتمية مع واشنطن وحلفائها بحرب السفن المستعرة دون أي حل لأزمة الوقود التي تشل حركة لبنان على كافة الأصعدة